تواصل وزارات الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السرع الإستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية حيث تمكنت الداخلية من ضبط 427 قضية تمونية بما بوطاض بلغت أكثر من 103 أطنان مواد غذائية وغير غذائية خلال 24 ساعة وفي مجالي حجب السلع الإستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 65 طن مواد غذائية وغير غذائية كما تم ضبط أكثر من 38 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 623 قضية من بينها 191 قضية خبز ناقص الوزن و159 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط قضيتين بمضبطات بلغت قرابة 48 طن أقماح محلية اشتركوا في القناة